فضالي العناس معنا اللي هو اللي هو اللي هو السحر هم بيئزون ليه ربنا بيساعدهم اللي هم يئزون ماهو ربنا خلق الخير والشر وهيحسبنا يوم القيامة على أي أزية صدرت مننا ربنا سبحانه وتعالى تركهم بالاختيار هم اللي عملوا كده يبقوا هم هيتعاقبوا على كده طيب فضالي هو الحسد والعين ممكن يموت لا ما يموتش ما يوصلش يعني للحكاية دي طيب فضال هو الجن باكل وبيشرب زينا بياكل ويشرب زينا فضالي ازاي نحمي نفسنا من الحسد ازاي نحمي نفسنا من الحسد لسا يلينا على فكرة الحكاية دي دي مين فيكو يعرف ازاي نحمي نفسنا من حد طب قولي طيب بصورة ان احنا نقرأ الثلاث سور اللي في الآخر اللي هو سورة الصمد وسورة الفلك وسورة الناس اسمك ايه؟ ماريا اسمها ماريا ماريا عرفتي يا ماريا من اجابة؟ طيب يا حبيبتي ناخد بقى شوية من ناخد بقى هنا قولي احنا محرم علينا ان احنا نستعام بالجن في الخرق والشر بس سيدنا سليمان ربنا امر الجن ان هو يسمع كلامه ويصنع له كل ما شاء من اي حاجة يعني واللي ما كانش بيسمع كلامه وكان بيزوجه من عذاب السعير احنا محرم علينا ان احنا نستعام بالجن بس خلصت افالها الله سبحانه وتعالى علشان بيخاطب بهذا الدين العالمين ومخاطبة العالمين بتقتضي فصل هذا عندك